بخطوات حاسمة يمضي تحالف عزم نحو ضمان أمن قضاء الطارمية من محاولات تنظيم داعش الإرهابي العبث بالمنطقة فضلا عن حماية أهلها من الأصوات المحرضة وذلك عبر تبني مشروع تشكيل قوة أمنية من أبناء الطارمية لا توجد أي مشكلة أصلا في الطارمية عمل أمني لتنظيف منطقة محددة أو مسألة روتينية القوات الأمنية موجودة تقوم بين الحين والآخر بالتمشيط بالبساطين أو حسب المعلومة الأخبارية التي تجدها طبعا دولة هي المسؤولة عنها وأحنا الدولة مسؤولة عن أمنة أيضا فما عندنا أي مشكلة المشكلة في الإعلام وفي الطائفيين الذين يستغلون حدث في الطارمية يجعلوه كبير جدا بينما حدث في مناطق أخرى أفضل من هذا الحدث لا يبهل التحالف أكد أن أهالي الطارمية يتسمون بتعاون كبير مع القوات الأمنية ولولا التعاون معها وأمدادهم بالمعلومات لما استقر فيها الأمن طيلة الفترة الماضية وهو دليل كبير على أن الأهالي ضحية للهجمات التي تستهدف منطقتهم وتسعى لخلق الضرابات فيها ما يجري بالنسبة للمنطقة أهوى بكثير مما جرى قبل عليه أبناء المنطقة بالعموم بعد أن عرفوا حجم التحديات أو ربما حجم المؤامرات أو ما يحاك لهم اليوم هم عازمين بقوة على المشاركة حتى يدفعوا هذا الضرر عنهم أو هذه التعبية الظالمة تجاههم فالأماكن التي يحصل فيها خلل الآن هي بعيدة عن 99% من مراكز الانتخاب نشكر السيد الكاظمي لزيارة لقضاء الطارمية واللقاء مع شيوخ وجهاء عشائر القضاء وأعرضوا العشائر عن مطالبهم وهو طلب تشكيل فوج من أهالي الطارمية يكون سند للقوات الأمنية للحفاظ على الأمن وخلال مؤتمره الخاص حول الأوضاع الطارمية جدد تحالف عزم دعوته إلى الحكومة والقوى الأمنية لمواجهة الدخلاء من فلول إصابات داعش الإرهابي بفوج طوارئ من أبناء المنطقة الذين يعرفون جغرافيتها ويحفظونها تماما مدعومين بجهد استخباري كبير وبقوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب وقطع الطريق أمام محاولات خلط الأوراق واستخدام الخروق الأمنية ذريعة لمشاريع تغيير ديمغرافي أنس يوسف قنة الفلوجة